اشتركوا في القناة 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 فنضيف له إيش عشان نعرفه عشان بس يمشي بالحارة يقول اسمع لك أنا هي مكتبت المدرسة فكرني مكتب عادي إيك لا والله مكتبت المدرسة إلي ما لك معروفة آه فصاروا يضيف لها إيش عشان إيك سموه مضاف إليه بينضاف للكلمة النكرة المسكينة طبعا هذا من الحماس يعني هذا الإشي طبيعي بصير دايما بيكون حماس زيادة عادي ما في مشكلة بقول مثلا قلم 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 اللي بالدكية أنت كيف بتحكيها بلعلك كيف بتحكيها آه إليه تمام فبنقول إيش قلم باللغة العربية وقلم بلغة وقلم بلغتي تمام؟ نقول قلم كلمة قلم لحاله ناكرة مش معروف لكن ما قلنا قلم المعلمة آهوهوهو معروف إذا ما سنالي مشي بالحارة يقول ليه أنا قلم المعلمة إذا مش أي قلم لا معرفة نعرفها بالإضافة هذا اسمه تعريف بالإضافة يعني بالله عليك كلمة مكتبة لحالها ناكرة ولا معرفة لحالها مش هون شغل المخيخ لحالها مكتبة ناكرة لما لما نقول مكتبة المدرسة هاي الكلمة ناكرة ولا معرفة أستاذ والله هاي 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 أستاذ هاي معرفة معرفة بالإضافة معرفة صارت معروفة بالإضافة لما ضفنالها كلمة صارت معروفة فكرة المضاف والمضاف إليه بيكونوا كلمتين هيك؟ الاولى ناكرة حطنالها ضفنالها كلمة ثانية ضفنالها ضفنالها عشان يكسموه مضاف إليه بنضاف له طيب ماشي حاضر عرفنا وفهمنا نوعا ما طيب تعال وضحلنا أكثر يا أستاذ عن المضاف والمضاف إليه أستاذ العزيز انت في أول الحصة الله يرضى عليك يا عمري يا أستاذي انت حكيت لنا أنه الدرس النداء لهسة ما نديناش على حدا دايماً مستعدل أصبر المضاف اللي بيجي في القوي صح مكتبة المدرسة مين المضاف المكتبة مين المضاف إليه Reece طكQué على كل الدار تسمع احنا متعودين على هذا ليس من المضاف المكتبة مين المضاف إليه المدرسة؟ صح صور المنزل ¿ Other than the other class مين المضاف السور؟ صح من المضاف إليه؟ الصور تاع المنزل كان هيك لحاله محداش عارفه؟ ماشي بالحالة صور المنزل يا ده ما لك فصاروا اثنين مع بعض معروف حيلو هذا اللي بيكونك ما إلي علاقة فهذا هذا بيكون نكرم معنة وهذا مضاف إليه صور المنزل قلم الطالب تت تر بيت تت لازم هيك تكون فيه تت تر ري تكتبت المدرسة تت تر ري تت تر ري تت صور المنزل ماشي حيلو برضو هذا الصور ماشي شايف؟ مكتبت المدرسة أحمد محسن لا أحمد محسن مش هو واحد ثاني لا لا هذا اسم بني أدمين هذا مع بعضه مش هو هذا اشي ثاني تماما ماء العلاقة عارف هسا مخك هسا يصير يحكي أشياء مش هي اللي أنا بقصدها إطلاقا مكتبت المدرسة كلمة مكتبة يا أخوان مضاف ما فيش إعراب اسمه مضاف ولا ولا ما فيش إعراب اسم مضاف هذا مسمى فهي يعني هي إعرابه مبتدأ ما عادي يعني ما ما تتعلم ماشي ماشي يا سيدي حاضرين سور المنزل قلم الطالب تكتربك 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 حسا اليوم انت بتقدر أول حسة معي ما هيديك شعور غريب تلاقي حالك نايم مبتزحة تكتربك تلاقي أشياء غريبة بتصير معك عادي عادي هذا طبيعي في الأول قلم الطالب كلمة قلم ناكرة مش معروف منه وضفنا لها الطالب مضاف إليه صح في مثال أنا بحبه كتيره وبأحب أحكيه عن الطلاب حبيب الله يسعدكم حمار حمار الداري يا السلام حمار ناكرة مش معروف صح حمار الدار مضاف إليه مين المضاف إليه؟ أيوة الدار صحيح مين المضاف؟ مضاف و مضاف إليه؟ نار الدار سور المنزل قلم الطالب هاي فكرة المضاف و المضاف إليه أعتقد أن انت لميت فيها كمع هذا المثال كمال الأمور صارت طيبة كتير و أه يجوز يجوز ذلك لا ضرر في ذلك على الإطلاق على الإطلاق ما في أي مشاكل لو خلينا هيك لأن قاعدت أقول ليه طب يلا بينا حبيت بس أمس عليكم استنى استنى المضاف لا ينون ما بصير يكون عليه تنوين في مؤكدات هيك أنا أشوف هاي أن الكلمة مكتبة تنون يعني بتقدر تقول مكتبة المدرسة واحد لا ينون المضاف لا ينون إذا الكلمة هاي ما بتتنون بتأكد أن أنا صح وأن هاي مضاف إليه المضاف لا يعرف بقال التعريف لا ما فيه المكتبة المدرسة جد جد بالله عليك بتحكي جد ما بصير المضاف المصيبة تكون مش عارف المضاف هو الأول أو الثاني المضاف اللي هو الأول المضاف لا يعرف بقال التعريف طيب ماشي أستاذ لا ينون لا يعرفوا بقال التعريف ما بنحطولوش قال التعريف المضاف ما بيكون في نون كيف ما بيكون في نون أحكي لك يعني أنا عندي جملة بقول جاءة معلمون ما فيش مضاف إليه هذا فعل وفاعل ما في مضاف إليه المعلمون تعون المدرسة هكصر في المعلمون تعون المدرسة في مضاف ومضاف إليه كانت ناكرة مش معروف معلمين مش معروف مين هما معلمين وخال ناكرة معلمين تعون المدرسة زي قلم الطالب سور المنزل آه قال لك هذي هذي هاي النون هاي ما بيصير تكون موجود ليش؟ قال لك هاي النون تحذف تحذف النون للإضافة إذا إجت النون بين المضاف والمضاف إليه تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم فأقول جاء معلم المدرسة وين النون؟ والله العظيم يا أستاذ منوحنا صغار بنسمعهم بيحكوا تحذف النون للإضافة بس إني أفهم شو هذا بس عارف يعني أنا مرت عليه بس إني أفهم شو هذا مش فاهم مش عارف شو هذا اللي بيحذفوه بيحذفوه يا سيدي لما يكون عندي مضاف ومضاف إليه ما بيصير يكون في نون جد آه آه تعال شوف لا في نون ولا في تنوين شايف المضاف والمضاف إليه؟ شايفهم صح؟ بناتهم ما بيصير يكون في صوت في يعني ما بيصير يقول مكتبة المدرسة ما غلط أو أجأ قول آس معلمون المدرسة العرب ما بيهم يعني لا 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 الله إذن مدام ما فيش نينينينينيني معناته إيش؟ إن موضوع تمام يعني شوف هون مكتبة ما بيصير أبدا إذن المضاف والمضاف إليه؟ زي ما انت شايف المضاف ما بيتعرف بأهل ما بيتنون ما بيكون فيه نون المثنى وجمع المذكر السالم كل هاي علامات وإشارات طب يلا يا بطل ألف لي من مخك جملة وأنا أقدر تقديرا كبيرا للناس اللي بتألف ألف جملة فيها مضاف ومضاف إليه امشي بخيالك اتعود تألف على فكرة كل ما تألف وتطلع جملة كل ما تكون أنت عندك قدرة تخيولية وتستوعب الأمثلة اللي تجيك فعادي احنا بنجرب مع بعض ألفت جملة الألف جملة يدعس love 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 في أي مكان مش مهم يعني أنت حسنا بتلاقي مش لاقي مكان تدعس في أي كبس في أي على الحيط هيك المهم أنك تدعس love 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 in my English أنا ألفت جملة ساعة يا سيدي يا سيدي يا سيدي سكيرينشوتاتك الله يرضى عليك كلكوا هيك وإنتوا صغار وحفظتوها حسنا في واحد قاية تقول لك والله ما أحكوا إنا إياها هاي لا أم أحكوها بس أنت كنت معطل عشان بس نلتمس العذر للناس يعني لا أحكوها وإنتوا صغار أخدتوها أي ضمير يتصل بالاسم يعني شو يعني شو يعني شو هذا يعني لو أنا عندي اسم noun ها اسم سلام يعني السلام وإجت أنا ضفطله ضمير اللي هو الصغير هذا النتفه هاي بتعرفو الضمير هذا رح يكون مضاف إليه خاوه دايما دايما أي أي any أي أي ضمير يتصلوا بالاسم رح يكون مضاف إليه يعني يعطيني مثال أجي أحكي لك مثلا خلينا ناخد اللون ها ها كتاب إجينا إحنا قلنا إيش كتابنا شايف إنها هاي رح يكون إعرفها هيك مضاف إليه ولو حكينا كتابهم كتابهم هوم 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 مضاف إليه ولو حكينا كتابها إلا ها مضاف إليه ولو حكينا كتابكم كتابي كتابه كتاب أي ضمير أي ضمير يتصل بس بشارط بالله عليك بالله عليك بشارط إن يكون فيه إسم على طوله الضمير مضاف إليه طب ليش لا ما حكيناش يا كسر سالة حكينا خلاص نحفظها وقال لا يا حبيبي لا 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 لو أنا إجيت حكيت الكتاب تعنا في ملكية صح الكتابتع هوم 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 الكتابتع هوم هوم الكتابتع ها ها مضاف إليه الكتابتع ها مضاف إليه مشان هيك الإضافة الملكية أه شوف سبحان الله فأي ضمير يتصلوا بالاسمي يا أخي يا أخي يا صديقي يا عزيزي الله يرضى عليك كلمة بالاسمي حتى 50 خطيك بالاسمي مش بالفعل بالله عليكم ما تمر الأيام ولاقيك مثلا إيش فعل يعني مثلا زي ضربة وضربنا ويجي قلك إنه مضاف إليه مضاف إليه إيش إيش المضاف إليه ما له علاقة بالأفعال أصلا المضاف إليه إليه علاقة بالأسماء والضمائر فقط يعني لو فيه فعل انسى انسى يكون فيه مضاف إليه في الموضوع تمام انسى يا سلام عليك رائع فيه واحد قاعد بك مسك الدفتر ورقيش الانس لما يكون فيه فعل انسى يكون فيه مضاف إليه مشتحيل ولك وحط توقيعه عجبني شفته حسيت بالطالب المجتهد الرائع اللي كتبها ملاحظة فيه واحد أروع منه كتب إيه المضاف إليه مع الأسماء والضمائر فاقاطن فاقاطن رائع والله انك رائع فيه غيرك صدم محروز حلو حسة حلو ماليش علاقة فيها بحكي على اللي كتب الملاحظة ماشي حدو بسكرين شتتك لأن معلومة كتير 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 مهمة اللي فاهم يدعش لوفي 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 الله يرضى عليكم ماشي ماشي ماشا الله ماشا الله ماشا الله طيب كل هذا كان تمهيد ليه النداء يا سلام النداء تذكر تذكر أستاذك نسيت من الدرس اسمه النداء ماشي حاضر حاضر هذا الإشي لو أنا متأكد مليار في المية أن الطالب متقنه خلاص الحصة بتبدأ من هون تخيل اللي فات هذا كله كان بس إنك تكون عارف المضاف إليه وبس ملاحظة أخيرة يعني إن المضاف إليه دايما دايما مجرور يعني أنا بحكي لطلابي دايما الفاعل دايما مرفوع والمفعول دايما منصوب مضاف إليه دايما مجرور دايما أو دايما دايما الفاعل دايما مرفوع والمفعول دايما منصوب مضاف إليه دايما مجرور ماشي ليه يا صح يا دخلنا في الجد يا في أدوات أو في يعني في حروف غير أو في ممكن أقول مثلا أمحمد يعني مثلا ما أقول يا أمحمد أنادي أمحمد ممكن أيا ممكن و يعني في أدوات كثير في أدوات كثير تمام ورح نتطرق اليوم بدقة على الكورس بس خلينا الأول نشتغل على الأساسية ونفهم الفكرة وينطبق على الكل يعني يا أشهر إشي أشهر أداة نداء منطقي وبديهي هشي بتقولي شو سهل ما بعرف أعرف تعال شوف والله العظيم أنا حاب أطمنك الإعرابات اللي علينا محدودة يعني هو أشياء بنأخذها مع بعض خلاصية هاي اللي بنقرب فقط فلا تقلق أبدا لا تقلقي أكيد أكيد أما هاي أداة نداء أكيد هاي إعرابها منادة الله أكبر الله أكبر عليك ما شاء الله بس يعني مش اختراع تجيش تحكيلي أنا ما بعرف أعرف وإعرابها هيك يعني هيك بالوجه هيك لا تشوف أداة نداء طبيعي إن هي تكون إعرابها إيه منادة الله يا أستاذ يعني يخلف عليك طيب ماشي أستاذ أنا بشوفهم بيحكوا هيك منادة وإيه ليه منصوب ومش عارف شو وهو هذا الدرس الدرس إنك تعرف بس هاي المنادة إيه أستاذنا بتقول الفاعل دايما مرفوع ماشي عنده مبدأ الزلم والمفاعل دايما منصوب مبادئ مضاف إليه دايما مجرور ما شاء الله عليه المنادة دايما لا مش دايما ما هو لو دايما ما خلقنا حطناه في الأهنية المنادة إيه يا أستاذ يعني إنا لا استهلنا شوي المنادة رح يكون منادة منصوب هذا اللي هو المعرب المنادة منصوب أو مبني يعني وإنت بتعرف تقول منادة منصوب مثلا وعلامة نصبي الفتحة أو منادة مبني طب ما فيش منادة مرفوع لا والله للأسف في منادة مجرور لا لا شيء بالعرب سواء ما تنساش المنادة يامنصوب يامبني المنادة يامنصوب يامبني المنادة يا إيش إيش يَا Lehman cooperative فقلوا صح ييه المنادة يَا مَنَّي طيب شو هي الحالات اللي منادة بيكون فيها منصوب ثلاث حالات وشو هي الحالات اللي بيكون فيها المنادة مبني حالتين إذا عرفناهم بنكون أنجزنا اليوم إنجاز كبير المنادة بينصب في كم حالة يا سيدي العزيز ويا سيدتي العزيزة المنادة بينصب في كم حالة في ثلاث حالات أسألك أو أسألك هذا السؤال في أي وقت خلال السنة كم حالة بينصب فيها المنادة في الثلاث حالات وتكون متخيل الرسمة هاي ينصب المنادة إذا كان مضافا أو إذا كان شبيها بالمضاف أو إذا كان ناكرة غير مقصودة تعالوا نشوفهم حالة حالة أنا بدي تحفظهم الأول ينصب المنادة إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو ناكرة غير مقصودة ينصب إذا كان مضاف شبيها بالمضاف ناكرة غير مقصودة إذا كان شوف اللحن شوف اللحن نشيل الحماس ونكمل مضاف شبيها بالمضاف ناكرة غير مقصودة إذا كان مضاف أو شبيها بالمضاف أو ناكرة غير مقصودة طيب واضح للناس اللي بتفهم كل مركزة معي انه انت لو مش عارف شو يعني مضافة مش راح تفهم المنادة عشان هيك بس اتضلت تحكي انه وقلم الطالب سور المنزل احمار الدار عشان هيك والله عشان هيك تعال شوف المثال بقول يا يا بنادي حلو حلو يا اهل الحق اهل الحق اهلا مش نختار لون ثاني دا ايه لو احنا ما فيا ما فيش يا اصلا اهل الحق تتربت مضاف ومضاف الي سور المنزل هي مضاف وهي مضاف الي صاح اهل الحق 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 اهل لأنه مضاف كل مرة المنادة ركز معي كل مرة المنادة يكون مضاف لازم يكون منصوب كل مرة المنادة يكون مضاف لازم يكون منصوب مخة كسرة ويشتغل صح تقاعد بيقول إيش يا قلم الطالبي صح الجملة أوكي السخيفة بس صح يا سور المنزلي بتنادي على السور عادي مفيش مشكلة المهم أنت بتركب جملة لغوية صحيحة يا حمار الداري أيوها صحيح حمار مضاف مضاف إليه معنات المنادة منصوب في كل مرة في كل مرة المنادة بيكون بعده مضاف إليه هو هو لازم يكون منصوب هو مضاف مضاف هايو هايو يلا نعربه مع بعض أسمع الصوت الإعراب الحلو يلا منادة ذاكي جد أنت ذاكي جد منادة ما له منصوب ليش منصوب؟ لأنه مضاف يا سلام عليك وإنت بتحكيها ريحت بالي منادة منصوب وعلامة نصبه الفتحة هيا يا أهل الحقي يا طالب العلمي يا طالبات ما لماذا نہ سامع سامع السلام يا طالبات على فتحة هالقد ليش عاشب؟ يا طالب تخيل أنت بتقول طالب العلم مين؟ يا حبيبي مين؟ شو بتحكي؟ شو بتحكيه؟ يا طالب العلمي مضاف أيوة 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 ماشي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة أوكي ثبتت ومية بالمية وأمورها طيبة يجيك واحد يقوله أستاذ أستاذ أنا بدي أحط بس اللمسة الفنية تاعتيا أقوله تحط يلوح كله إليك إذا ما لك نمحي الحماس أكثر جيل يكون يعني الحماس هذا الشكله مع الفن وستة كثير طيب لو حبي يعني حط التوتش تاو فقال لي أستاذ لو أنا بحكي يا يا أهلا يا زمع بدك تحطها نفسها يعني قال لي لا 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 أنا ذاكي بترمها لك كيف شو وين ليش رايح جاي حكي قال لي يا أهلا وبدأ يمشي فهم بثقة شايف 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 مش أنت عارف أن أي اسم معه ضمير بيكون مضاف إليه معناته هي مضاف أقولوها والله يقوله الساد يعني كلمة أهلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة منادى منصوب وقل ليس لأنه في مضاف ومضاف إليه صح زيها زي الثانية بالزبط فيجي هيك والله 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 عنك شي ماشي فأنا أنا أحكي له والله عنك شي صراحة يعني خلي عندك ضمير ودعس لوفي 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 في أي مكان ما إلي علاقة بس عدعس عشان ضميرك طيب يا سيدي ماشي ماشي إحنا هيك أستاذ فهمنا المضاف 100% بيقولك فيه إيش اسمه شبيه بالمضاف طيب ما إحنا الحمد لله فهمنا المضاف شو عد الشبيه بيشبهوا بيشبهوا يا سيدي تعال شوف شوف لك هالمثل يا 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 صاعدا الجبل بلا 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 بيجي الطالب متحمس بيقولي أستاذ هذا منصوب بقوله صاح الفتحة الدراسة مبينة هيا بصاعدا مبينة الدراسة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة ماشي صح أو تنوين الفتحة عادي بس ليش مش مضاف الفرق بسيط بين المضاف وش شبيب المضاف ايش هو الفرق بيناتهم انت شبيب المضاف عليه تنوين يا صاعدا واحنا حقينا المضاف المضاف اللي هي بصير يش يكون فيه يعني هون يا أهلا بصير هون يا أهلا الحق لا ما بصير هذا مضاف هيك طال ايك يا أهل الحق آما الشبيب المضاف نينينينين هاملك نينينين هذا شبيب المضاف بشبهه يزن بشبهه بس مش هو المضاف لا ينون المضاف ولا ينون صح ولا لا مش احنا تعلمنا مع بعض اللي حكيت لك تشغلش بقى لأي قاعدة بتاكسيس احسي لان لو شرحتك مش رح تفهم مش ايه مش رح تفهم لازم انا اسسك الاول فاطمئن اطمئن مش احنا حكينا المضاف ولا ينون والحماسه اخذتنا فاهموا قالت المضاف ولا ينون المضاف ولا ينون صح طب هذا متنون معناته والله له مضاف ولا يعرفه هذا بشبهه عارفين لو خبينا التنوين لو هيك خليناها هيك بتصير ايه شكراء هيك يا صاعد الجبل الشبيه المضاف نسخة من المضاف والمضاف بس زيادة عليه التنوين اذا المضاف باللاعب اكتب ملاحظة عندك ملاحظة هلقت يعني الصفحة بتكون هلقت والملاحظة هلقت المضاف لا ينون المضاف اللي هو الاول واحطرق مواحد شوف كيف العلاقة بيني وبينك بحكيلك على كل اشي تسويه المضاف لا ينون اما هذا اللي بينون الشبيب المضاف او اشي تاني معربس مش مضاف لا يمكن ابد طب نفتر طبعا في طالب كويس في طالب اللي هو عارف انت الذاكي ايجا قال ايش يا صاعدين النقى الجبل قولوا النقى النقى هذا شبيه بالمضاف هذا مش مضاف هذا شبيه بالمضاف كيف تأكد انه شبيه بالمضاف لو خبينا التنوين بقلب مضاف ومضاف اليه بقلب مضاف ومضاف اليه طيب تركز اذا المنادة بيكون منصوب في حالتين تحكي بكل ثقة الان اذا كان مضافا وانت عارف شو يعني مضاف باشكالك واذا كان شبيه بالمضاف وعرفنا وشوفنا واذا كان ناكرة غير مقصودة استغفر الله العظيم يا رب شو هاها ولا تزرأ موضوعها بسيط جدا اجيت انت بتحل في الامتحان فلقيت مكتوب هيك هيك يا غافلا تانبه تنبه يعني انتبه يعني فاجيت انت اقولت امام ايه فتحة دراشك هيه منادة منصوب وعلامة نصب الفتحة مبسوت منادة منصوب فأجيت أنا أسألك ليش منصوب هو أسمعه هو منصوب عادي منادى منصوب إذن لو طلب إعراب الثلاث رح يكون نفس الإعراب ما في خوف عليك أبدا أبدا لو سألك علل ليش منصوب معك إجابة من الثلاث يا مضاف يا شبيه بالمضاف يا نكرة غير مقصودة يا مضاف يا شبيه بالمضاف يا نكرة غير مقصودة حلو كتير عمي هذا مبين لا فيه تنوين ولا فيه وجعة رأس وفيه مضاف ومضاف إيه ديه تذكر المثال تاعك الشهير اللي هو سور المنزل سور المنزل مثالك الشهير طيب وهون طيب يا أستاذ ما فيه هون يا أستاذ جدد من جدد ما فيه مبيع شو مننا تسوي وله ولش قادي قادي اهدام لو خبينا التنوين هون بتصير ايش يا صاعد عن الجاب يعني بتصير مضاف ومضاف إليه صح لو خبينا التنوين هون غافل تنبه تنبه فعل يا زيما تنبه فعل يا غافل أنت مش رح تيدي مش رح تيدي مضاف ومضاف إليه هذه اسمها نكرة غير مقصودة اسمها ايش ناكرة غير مقصودة تاني تاني وتالت وتسعين فينينينيني صح؟ خبيه يا صاعد الجبل مضاف ومضاف إليه صاعد الجبل سور المنزل قلم الطالب تزبط 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 اسمين والدنيا حلوة وبقدر اضيف هذا لهذا وهي ناكرة لكن هون غافل خبي التنوين تصير إيش غافلت غافل تنبه تنبه فعل هذا لا تابعش فعلت مش راح تيدي هذا اسمه إيش؟ ناكرة غير مقصودة ناكرة غير مقصودة يعني لو أنا بحكي لك جملة بقول يا رجل الداري يا رجل الداري اختار لك واحد ليش كله منصوبة يا رجل الداري اختار لك واحد من هدول مضاف ولا شبيب المضاف ولا ناكرة غير مقصودة مضاف رجل الداري طيب اجيت أنا في جملة ثانية بحكي لك إيش يا سارق المال يا سارق المال شيل التنوين هيقي عشان اريد لهم يا سارق المال ن Babylon يا سارق المال شابه المضاف بيشبه بيشبه استاذ أيها يا رب طالب الذكي عينه الان مش على اللوح كله على الحماس قل لك استاذ في حماس انت ناسي تشيله حاضر حاضر بالله عليك ما كانت عينك على الحماس اللوح تريك اللوح قل لهم في حماس هي صغيرة هي حماس ووسس لازم كانت تنشال حاضر يا سيدي ماشي ينصب المنادة اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف او ناكرة غير مقصودة مش مقصودة ويبنى بيجي مبني مبني بيجي مبني اه استألنا راح فاهمك ويبنى اذا كان نجيب لي ونقول عالم مفرد اذا كان عالما مفردا او اذا كان ناكرة مقصودة مقصودة لا اله الا الله يعني احنا فهمنا المقصودة لابقتنا ناكرة شوية بيحكي ايه كالطالب مع حاله وانا بتخيله وانا بتخيل حالي انت وانت قابل حالي شوية شوية فايش بقولك استنى شوية عالم مفرد يعني بحكي يا فاطمة دروسي موضوعا بسيط عالم يعني عالم اسم شخص اسم دولة اسم نهر اسم شارع اسم محيط اسم عالم عالم لما يقولوا فلان والله العظيم انه عالم تحس ايه كانه عالم اه عالم يعني معروف اسماء الاشخاص اسماء الدول عالم كل مرة المنادة يكون عالم بيكون مبني بس كون عالم مفرد يعني انا هون بقول منادة مبني البناء يعني كيف البناء يعني يعني منحطين له ضمة دايما قالوا يبنى على ما يرفع به اه 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 انا عارف طبعا تسمع الجملة شو اللي يبنى على ما يرفع به شو الكلام هذا استاذ يعني مثلا كلمة فاطمة لو كانت مبتدأ مرفوعة على ما ترفعه اللي ايش الضم صح فقالك الضم غالبا البناء بيكون على الضم هون يعني في حالة المنادة او على الواو او على الالف بس انت اركز على الضم يعني ما ابني على الضم ما ابني على الضم لو كان جمع مذكر سالم فقول ما ابني على الواو لكن انت اركز لله يرضى عليك لا تفوت مع ابنتهات خلينا في البسيط اللي هو بيجي بالامتحان عشان لو شفت بس الجملة انا عشانك لما تقرأ يبنى على ما يرفع به يعني مدام بيررفع بالضم يبنى على الضم مبني على الضم مبني على الضم فيه خلصت ايك لا بقول فيه محل نصب يعني زنم وبعدين وكنا حكينا الضم شو النصب تعال 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 تتخافش تخافش تخافوش من الاعراب تخافوش كل مرة تشوفك يا فاطمة يا ابراهيم يا محمد يا اسماعيل لو لو موت لو دو كل مبني على الضم فيه محل نصب منادى مبني طب ليش مبني سؤالي ليش مبني لانه عالم مفرد صح لانه عالم مفرد سؤال لطالبي الحبيب انت عارف شو يعني مفرد مفرد يعني مش جمع لا يا حبيبي مش هيك لا والله مش هيك شو يعني عالم مفرد عالم وعرفناه مفرد يعني بيتكون من مقطع واحد اه لو رجعنا هون وقلنا بمثال آخر يا عبد الرحمن عبد الرحمن وياللي بتسمعني اسمك عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم وكلكم اللي بسمعوني هيك اسمك من مقطعين هل كنت بتعرف يا عبد الرحمن ان اسمك هذا بنعرف الجزء هذا لحاله وهذا لحاله لا والله ما كنتش عارف بكرة وهيك ما زي محمد لا محمد كلمة واحد مقطع واحد اما عبد الرحمن مقطعين فكيف بنعرف عبد الرحمن مضاف ومضاف اليه ايوة العبد ملك للرحمن فيه الملكية اللي حكيت لك عنها يا عبد الله مضاف ومضاف اليه يا سلام يا سلام يا عبد الرحمن الثاني يا عبد الله يا عبد الكريم من هذا مضاف اما الثاني هذا المبني بيكون على مفرد مقطع واحد يا فاطمة يا إبراهيم يا إسماعيل هذا مقطع واحد قلت له ضمها الآن ففاطمة اما اسمك عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا الله المعلومة هيك تلحلو ممكن جيك السؤال في المتحانة يقول لي استخرج من النص منادة علما مفردا فانت تقول علم أسامل بني أدمين فتشوف النص أول ما تفضل عبد الرحمن عبد الرحمن حبيبي تعال غلط يا عمري غلط غلط عبد الرحمن مش علم مفرد عبد الرحمن مش علم مفرد عبد الرحمن مضاف لأن في مضاف ومضاف اليه صح ولا لا بلعلك صح ولا لا بس انت كنت راح تحلها بسرعة من الفرحة الفرحة والسعادة وانت بتحل وبعدين تطلع من الامتحان ضربونا بالامتحانات ضربونا طيب ماشي دير بالك دير بالك من البداية بحكينا طيب يا فاطمة تؤلف لي جملة من مخك وقلفي لي جملة من مخك فيها المنادة علم مفرد انا عارف انك بتألف صح وعارف انك حاليا تشاغل بالك بالموضوع يلا اسمع اشوف وانت بتألف انا كنت بواطل مش عارف شو صار فيه صوت عائلية مرة واحدة بس عادي نرجع الى موضوعنا نقلف تجمع طبعا بيقوله استاد وين راحت عادي بابا المنادة اس 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 ايوه صح عالم مفرد فاحنا فهمنا شو يعني عالم ومفرد واسمح لي ان انا مش مسرع الرتم يعني مش سريع سريع شوي 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 خلي المعلومات استقر وانت لسه بتقول يا هادي في اول لقاءاتنا الحلو يا سلام نكرة مقصود نكرة مقصود مقصود لما انا احكي يا في مثال حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بقولي يا غلام سم الله يا ايش يا غلام سم الله اول ايش انت راح تقول المنادة هذا مبني مبني اصلا لو كان منصوب كان زمان في فتحة الدراسة وما فيش فتحة الدراسة فمعناته مبني بسأل حالي سؤال انا عرفت انه مبني انا اي اندخلت يعني منادة مبني على الضم في محل ناصب مم تسأل حالك سؤال بسيط هو مبني هل هو اسم بني ادم او اسم دا او لا او اسم ايش لا مش 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 معناته خلاص نكرة مقصودة بس نكرة مقصودة فانت لازم تفكر في الاحتمالات يعني انت بتحل طبعا لو قالك اعرب سهل شوف قالك اعرب هون او هون منادة مبني على الضم في محل النصب طب لو قالك اعرب هون عادي منادة منصوب وعلامة ونصبه ايه الفتر سهلا لو حكالك علل هون التفكير التفكير بس لو حكالك علل للسيدي لو حكالك علل انت بتبدأ تفكر هلا انه مضاف ولا شبيب مضاف ولا نكرة غير مقصودة طبعا لو حكى منصوب طب لو حكى مبني يا عالم مفرد يا نكرة مقصودة فانا لما حكي لك مثلا مثلا يا فلسطينو فلسطين عالم حبيبي يلا يرضى عليه فابول يا فلسطينو مون انا دا مبني ليش مبني؟ لانه عالم مفرد الله 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 طب لو ما كان عالم مفرد رح يكون نكرة ايه مقصودة رح يكون ايه نكرة مقصودة سكيلين شوتاتك اذا فهم العسل لوفي 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 الله الله طيب ماشي 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 انت الان سيطرت بشكل كبير على المنادة المنصوب والمعرب يعني والمنادة المبني ممكن طالب متميز يقول يعني انا انا فهمت وبعرف اسيطر وبعرف احل بس بدي بدي تحكي لي اساديك يعني النكرة غير المقصودة والمقصودة هدول شو هذي يعني شو هم انت انت حاليا بتعرف تختارهم وتعرف ترتب افكارك وعارف ان هي منصوبة وهي مش منصوبة كان العرب ينادوا يعني مثلا الانسان العربي بس عشان تعرف يعني اش يعني نكرة مقصودة اش يعني غير مقصودة تنادي على حدا بالنكر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا هلامو ليش محكلوش يا هلاما كان عنده احساس انه رح يصدق ويرد عليه فقاله يا هلامو سم الله عارف مش هو بس كلنا ردين عليه فكان الانسان العربي ذاكي ولماح لما يحس ان اللي قدامه رح يستجيب يحطها له نكرة نكرة مقصودة يجيبها نكرة مقصودة هيك لو حس ان هو مش رح يستجيب يا غافلا تنبع يا هلامو ففهم كيف حس انه مش رح يستجيب يجيبها له منصوبة نكرة غير مقصودة فكان الانسان العربي ذاكي جدا في الفاظه وفي المصطلحاته وطبعا الفصاحة والبلاغة والبيان كله في القرآن الكريم يقول تعالى وقيل يا يا ارض ربنا بينادي على مين؟ على الارض قال لا يا ايش اتعامل معها نكرة وحكى لها يا ارض يا ارض بلع ماءكي لان الله يعلم انها ستستجيب فربنا شو حكى لها يا ارض بلع ماءكي بلعت الماء ولا لا بلعت نكرة مقصودة يا ارض بلع ماءكي وقيل يا ارض بلع ماءكي ويا سماء سماء نكرة ويا سماء حطلها ضم لأنه يعلم انها ستستجيب ربنا ما بينادي على نكرة إلا وتستجيب فلازم يجيبها نكرة مقصودة ولذلك احنا لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش يا غلام كان ممكن يحكي له يا غلاما والجملة سليمة عادي يعني كنت انت تحكي عنها نكرة غير مقصودة بس هو حكي له يا غلامو لأنه عنده إحساس انه رح يستجيبه فعلا كل انت توقل بيمينك بعد سماعك لهذا الكلام فذكرة النكرة دايما احكيها لطلاب اللي بيفهمه المتميزين اقول له ايش النكرة المقصودة هاي لما تحس ان اللي قدامك رح يقول حاطر فتقول نديب النكرة بس حطها له مقصودة تحط له ضمه ولو حسيت انه فعين تحط له ايش بالفتحة زي ما قلنا يا غافلا تنبه هاي بتعتمد على النية ففي الامتحان طبعا مش هيسألك عن نية اللي بيكتب بيجيبلك يا عم بينا واضحة فترجع انت تستخدم الطرق البسيطة للاستبعاد المضاف معروف والشبيب المضاف وانا اذا كانت ايك بتفكر لو خبينا التنوين امورها بتكون واضحة جدا العلم المفرد واناك رأيها غلامو سمي الله تتذكر لما قال تعالى يا نارو ربنا كان بيخاطب النار عاش فين سيدنا ابراهيم لما خطوه في النار وطلع سليم فقال تعالى ايش يا نارو يا نارو استخدملها هاي هاي نكرة مقصودة يا نارو كوني بردا وسلاما على ابراهيم والله يعلم انها ستستجيب فقال لها يا نارو كوني بردا وسلاما انت الحالك يا نار كلمة نار علم مفرد ولا نكرة مقصودة اكيد النار مش علم يعني وعليها ضم الدراسة يا نارو فنكرة مقصودة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك شو علوه هاي شو فخام هاي سؤال بسيط لطلابي الرائعين الحبايب ينصب المنادف ثلاث حالات منهم معلم اذا كان ويبنى في حالتين منهم سيدي ايوا هناك انا مقصودة سنكتفي بهذا القدر الحلو اللطيف ضيل علينا في الدرس ملاحظات بسيطة ونحل تدريبات مع بعض في اللقاء القادم في الأسبوع القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعطيكم الف 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 عافية وان شاء الله تكونوا استمتعتوا انبسطوا بهذا اللقاء الخفيف ينصب المنادف في كم حالة ويبنى في كم حالة سيدي الله اعطيكم العافية وما ننسى أبدا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة